السلام عليكم كل هم وانتو بخير ان شاء الله يربي نعاد عليكم بالصحة والعافية حبايبي وصفتنا اليوم هي الكاهي العراقي هي وجبة فطور مشهورة بالعراق تتقدم بالعياد والمناسبات وتقريبا اغلب البلدان عدهم شي مشابه مثل الفطير المشلتت او المسمن يعني هواية بلدان عدهم نفس الشي تكون مقرمشة وهس رح سمعكم صوتها وهذا شكلها من جوه تكون طبقات وعادة تتقدم ويا الجيمر العراقي او القشطة والقطر او الشيرة وطبعا الوصفات ها يعني مساويتها سابقا رح تلاقوها بصندوق الوصف جو الفيديو بهالطريقة تتقدم ويا الجاي طبعا يعني فطور عالمي وهنا عدنا المكونات طبعا بيها جلوتين فاللي عدهم حساسية مت ناسبهم الوصفة والزبد اهم شي يكون بارد وراح اخلط كل مكونات بمحضرة الطعام ضروري بمحضرة الطعام لانه هو الجلوتين يحتاج عجن جدا قوي فصعب بالايدي انه يعني يمتز جوية اللوز وهنا اضفت المي اهم شي يكون المي دافي قريب الى الحار شوية وراح اخلطها وهي تشوفها هسا يعني مباشرة نصير مثل القرة اشوف هال سماكتها مثل العجينة يعني زينة وخلص اشيلها بعدين اقطعها اربع قطع واكورها واغلفها واخليها ترتاح تقريبا عشر دقائق وهنا استخدمت زيتون وسامنة ممكن تستخدمون زبد على اي سطح يعني ممكن تفتحوها تفتحوها لحد ما تكون رقيقة يعني نفس طريقة الكاهي الاصلي بعد ما افتحها رقيق اخلي لها سمنة وابدي اعملها طبقات وبين الطبقات ايضا اخلي لها سمنة او زبدة يعني حسب انتو رغبتكم بهذا الشكل وادهن صحن او صينية واخلي القطع به اذا افتحوها لثانية اخليها وبنفس الطريقة ايضا اعملها طبقات وهي تخلوها بالثلاجة المدة ساعة يلا نشتغل بها وممكن انه اذا ما حابين تعملوها بنفس اليوم ممكن تخلوها بالفريز وبيوم اللي حابين تستعملوها مجرد انه تطلعوها من الليل يعني على موضة حل وثاني يوم الصبح مجرد انه تشوها وهسا راح اشوفكم شون شويها طبعا هنا خليتها ساعة بالثلاجة راح اخذ قطعة قطعة وافتحها مرة ثانية مجرد على موضة تكون خفيفة شوية بعد ما افتحها بالحجم المناسب اخليها بصينية على ورق زبدة وشويها 25 دقيقة 180 سلسيز 350 فهرنهايت وهي النتيجة النهائية للكاهي وطبعا طعمها روحة ان شاء الله يربي يعجبكم وكل عام انتوا بخير وينعد عليكم بالصحة والعافية ويا ربي الله ان شاء الله يعني يشيل البلا عنا وان شاء الله يعطي اعجبكم الوصفة واشوفكم على خير ومع السلامة